موسيقى هذه نشرة اخبارية مفصلة من الميادين حياكم الله وإلى العنوين بعد إصابة جنديين إسرائيليين في حوارة مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في مخيم نور شمس في طول كرم والمستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم ضد الفلسطيني شو صار معك عمي شو صار معك شو صار معك مكانا جايبين أبطرنا جايبين أبطرنا جايبين أبطرنا جايبنا زمينة مابا على وقع سمرار الاحتجاجات الإسرائيلية والمواجهة مع الشرطة الانقسام الداخلي ينسحب إلى الليكود جالانت يحذر من تآكل الجيش وبن كفير يدعو إلى إقالته موسيقى دمشقى تندد بالاعتداء الأمريكي على دير الزور وتؤكد أن الأكاذيب الأمريكية بشأن المواقع المستهدفة وحاولة فاشلة لتبرير هذا العدوان بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى دقيقة الإصابة قوية التدمير تطال كل منشآت الأعداء الحوث يدعو السعودية والإمارات إلى الحوار ويؤكد امتلاك القوات المسلحة ترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى بوتين يؤكد أن روسيا لا تنشئ حلفا عسكريا مع الصين ولا تهدد أي دولة ويتهم الغربة بالبدء بتشكيل محور جديد شبيه بمحور ألمانيا الفاشية واليابان العسكرية موسيقى نبدأ من فلسطين المحتلة حيث تصدى مقاومون صباح اليوم لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طول كرم حيث اعتقلت ثلاثة شبان بحسب ما أفادت مراسلة الميادين وكان قد أصيب جنديان إسرائيليان بجروح نثر عملية فدائية استهدفت تجمعا للجنود عند حاجز حوارة جنوب نابلوس كتاب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجفة الشعبية لتحرير فلسطين تبنت العملية وقالت إن مقاوميها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة وبالتوازي أقدم مستوطنون صباح اليوم على إحراق منزلا فلسطينيا في بلدة سنجل شمال رامالله وأظهر مقطع فيديو النيران مستعرة في المنزل بينما يحاول شبان إخماد الحريق وتتعرض بلدة سنجل لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين من البؤرتين الاستطانيتين جعفات هرئيل وهراوة ومستوطنتين تشلو ومعالين كونة المنشأتين على أراض المواطنين في البلدة والقرى المجاورة شو صار معاتي شو صار معاتي شو صار معاتي مكانا ضائبين أطرقا على الدرس ضائبين أه قي بانشي خدمنا جبانن ما بار أجي مال يزوت أه كاء قفلنا فقدود طيب وشو صار بعدين شو ساووا المستوطنية شو ساووا في الدار شو ساووا في الدار حركوا الدار وانتوا فيها شو صار فيك من انتوا انخلقتوا من الدخنة ومن النار الى ذلك هاجم مستوطنون مسامس مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلوس وقال مسؤول ملف الفلسطين شمال الضفة ان هجوم المستوطنين جرى بحماية قوات الاحتلال التي اطلقت النار بكثافة في المنطقة وفادت جمعية الهلال الاحمر باخلاء احد المطاعم في دير شرف غرب نابلوس بعد اعتداء المستوطنين مشيرة الى نقل اصابة الى مستشفى رفيديا وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المعتكفين واعتقلت عددا منهم عند ابواب المسجد الاقصى بعد اخراجهم بالقوة من داخله وفي اعقاب اخلائه من المعتكفين توجه الشبان الى ابواب المسجد مرددين الهتافات والتكبيرات مع تصديهم لقوات الاحتلال التي لجأت الى القوة لتفريقهم خرجونا كلنا بالعنف وبالقوة وبالضرب لكلاب وفي الوقت نفسه امنت قوات الاحتلال صباح اليوم اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد من جهة باب المغاربة وقامت بتفريق ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين هذا واعتقلت قوات الاحتلال لفجر اليوم ثلاثة شبان من المسجد الاغصى في اثناء اقتحامها المسجد القبلية كذلك اعتدى جنود الاحتلال بوحشية على شاب فلسطيني قبل اعتقاله فجر اليوم في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة معنا من بيت لحمة مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر بعد التحية المشهد يعني يشتعل في مدن الضفة الغربية والاعتداءات الاسرائيلية ايضا تطال المسجد الاغصى المبارك تستمر في اعتداءاته على المسجد وعلى المعتكفين فيه كان هناك ايضا احراق منزل فلسطيني في بلدة سنجل شمال رامالة ما المشهد الان في الضفة الغربية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين ناصر سواء الخير مروان عنوان المشهد اسرائيل لم تلتزم باتفاقيات شرم الشيخ كما لم تلتزم باتفاقيات العقبة كل ما ذكرته اسرائيل كذب لم تخفف عن الفلسطينيين لم تسمح بالصلاحة للرجال خمسة وخمسين عاما حاصرت القدس نشرت مزيدنا الكتائب بالشرطية بالقدس والعسكرية بالضفة الغربية المذبح القادم لم تقع فقط بالصدفة كان بالإمكان يوم أمس حين اقتحمت الكوماندوز والقوات الخاصة المعتكفين في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطة باتجاههم أن يسقط ضحايا لكن بالصدفة لم يسقط من كبير شخصيا أشرف على العدوان على المسجد الأقصى في فترة الاعتكام كان بالإمكان أن تكون مذبح في سنجلوان تحرك عائلة بأطفالها لكن بالصدفة لم يحدث اسرائيل تزيد من عقوباتها الجماعية تزيد من آلة القتل تزيد من التصريحات المستفزة للفلسطينيين الصائمين تعتدي على القرى جميعا وبالتالي أي حديث عن أن إترائيل أعطت صبغة رصة في شهر رمضان هذا غير صحيح وغير مكبول على الأرض شوية تشير إلى أن الاحتلال يكثف من قمعه وأجراءاته بإشراف شخص من بن كبير ومن جيش الاحتلال وطبعا هذا له معنى سياسي أدى أن وزارة الخارجية الفلسطينية رسلت لنا قبل قليل لا يوجد أي تنفيذ لإسرائيل على أي تكفيف عن حياة الفلسطينيين والسكان في شهر رمضان قواسمي حذر أسامة القواسمي من فتح حذر من أنه اقتحام المسجد الأقصى هذا نعب بالنار وسيؤدي إلى ردة فعيل كبيرة كما شاهدنا هناك اقتحام لكن رد الشبان بالرصاص على المقتحمين في مخيم طول نور شمس في طول كارن وطبعا الأمور بتوترة جدا كما قلت يعني أسوأ مما قبل رمضان وإسرائيل لم تلتزم بأي شيء تعهدت به أمام الوسطى سواء في شرب الشيخ أو في العقد نعم ناصر تفضل بالبقاء معنا وسنعود إليك في طبيعة الحال لأن في المقابل تتفاقم الأزمة الداخلية الإسرائيلية مع تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة بن يمين نتنياهو وقد تظاهر أمس أكثر من مئتي ألف إسرائيلي في تل أبيب للاحتجاج على التعديلات القضائية وجرت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية التي هاجمت المحتجين بالخيول وخرطيم المياه واعتقلت عددا منهم بالتوازي تستمر وتحذيرات من انعكاسات هذه الأزمة الداخلية على الأمن والجيش الإسرائيلي نفسه ونقلت وسائل إعلام من إسرائيل عن مصدر في الجيش الإسرائيلي المخاوفة من حصول انخفاض حاد في الحافزية للتجنيد القتالية وتوقع هذا المصدر أن تتسع هذه الظاهرة بموازات السمرار التشريع وأن تصل إلى حد أزمة حقيقية تتضمن رفض كثيرين التجند تزامن ذلك مع بروز انقسام لافت في داخل الليكود الإسرائيلي مع الدعوة التي وجهها وزير الأمن الإسرائيلي أف جالانت لوقف التشريع في التعديلات على جهاز القضاء هذا في حين نقل الإعلام الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير دعوته إلى إقالة جالانت الذي قال أنه دخل بأصوات اليمين لكنه خضع لضغط الذين هددوا برفض الخدمة العسكرية وكان جالانت قد حذر بما وصفه بالخطر الحقيقي على الأمن مشيرا إلى أنه لن يشارك في قرارات الحكومة التي تؤجج النزاعات الأحداث التي تجري في المجتمع الإسرائيلي لا تستثني جيش الدفاع من جميع الجهات تثور مشاعر الغضب والألم وخيمة الأمل بقوة لم أواجهها من قبل أرى كيف فيتآكل مصدر قواتنا بصفة وزير الأمن في إسرائيل أقول بأكثر الطرق وضوحا إن الصادع الذي ينفتح على نحو متزايد في المجتمع يتغلغل في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية وهذا خطر واضح وفوري وملموس على أمننا ولن أشارك في ذلك وسط هذه الأجواء عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمينة يهولا فلسطين المحتلة بعد زيارة للندن شهدت تظاهرات حاشدة ضده وفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن موكب نتنياهو غادر لندن بينما صد رجال الشرطة المحلية بأسادهم المتظاهرين لتمكين نتنياهو من الوصول إلى المطار مرة أخرى نعود إليك مدير مكتب الميدين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر كيف يتطور المشهد داخل الكيان الإسرائيلي وإيضا كان لافتا يعني الانقسام داخل الليكود في ضوء الدعوة التي وجهها يؤاف جلانت لوقف التشريع في التعديلات القضائية مطالبة بن كفير أيضا يعني نتنياهو بإقالة جلانت الآن كيف تتدحر شكورة النار داخل إسرائيل ناصر مروان اللعب الآن داخل الليكود ما عودت نتنياهو عليه أن يختار إما يؤاف جلانت وإما ليفين الداعي وزير القضاء الداعي إلى التعديلات القضاية وانقلاب عن محكمة العليا ليفين قال إذا أوقفت التشريعات سأقدم استقالتي وقالت قال إذا استمرت التشريعات سأقدم استقالتي بمعنى آخر الخيارات ليست سهلة أمام نتنياهو الأصعب في الأمر هو أنه أن لا يحصل نتنياهو على الغالبية في الكنيزة وبالتالي أن تكون هناك انتخابات مبكرة جديدة أكثر شيء في الصفحات الأمنية ورد اليوم هي قضية أن الحرب متعددة الجبهات مثل يوم الغفران ويقصدون بيوم الغفران هو حرب الثلاثة وسبعين حرب أكتوبر وهذا اعتراف صريح من إسرائيل أن حرب أكتوبر يزنوا فيها وانا عارف ماذا فعل الجيش السوري وماذا فعل الجيش المصري وكيف الجبهات اشتعلت وكيف دخل الجيش المصري إلى أقصى حد ممكن أن يدخل لتحرير الأرض وكذلك وطن الجيش السوري إلى جتر النبيع صفحات الأمنية تقول قال نتحذر من تكرار فقدان القدرة على السيطرة على الجبهات في حال اندلعت حرب وهذا يتني نتنياهو عن أي عدوان على إيران رسالة واضح من وزير الجيش وقادرة لجهزة الأمنية المواضيع صعبة والآن الكرة في منعب نتنياهو يقال نتنياهو لاعب محترف انتهازي بامتياز لكن الغيرات صعبة أمامه والساعات القادمة تطرق وليس الأيام القادمة مدير مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام شكرا لك المملكة العربية السعودية نددت بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرع عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بين الله أكدت الخارجية السعودية استنكار المملكة الشديدة هذا القرار وأنه يعد سمرارا للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال مهيبة بالمجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف ممارساته الاستفزازية إلى سوريا التي نددت بالاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الأمريكي على بعض المناطق في محافظة دير الزور وشددت الخارجية السورية في بيان لها على أن الأكاذيب الأمريكي بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العدوان وكذلت تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وببسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها وبوقف الدعم الأمريكي للفصائل المسلحة الانفصالية مطالبة جميع دور العالم بإدانة هذا العدوان والتضامن مع سوريا وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كوان خسروي قال أن أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي أنشئت بطلب من الحكومة السورية ستقابل على الفور برد فعل مماثل ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى الهرب من تبعات احتلال جزء من الأراضي السورية على جنودها لذلك توجه تهما لا أساس لها من الصحة إلى إيران بدورها دانت وزارة الخارجية الإيرانية سداف الولايات المتحدة الأمريكية مراكز مدنية في مدينة دير الزور في سوريا الخارجية قالت في بيان أن السمرار الوجود الأمريكي العسكري في سوريا واحتلال جزء من أراضيها هو انتهاك للقوانين الدولية ولسيادة الأراضي السورية ووحدتها وأضافت أن ادعاء الولايات المتحدة وجودها في سوريا هو لمحاربة داعش هو محض ذريعة للإستمرار بالاحتلال ونهب الثروات وأكدت أن شهيد قاسم سليماني ومستشاريه كان لهم الدول المهم في محاربة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة والشعب السورية في هذه الأثناء فدى مراسل الميادين بأن الانفجارات التي سمعت في حقل العمر النفطي في الريف الشرقي لدير الزور مساء أمس ناتجة عن تدريبات للقوات الأمريكية داخل قواعدها وليس نتيجة استهدافها يأتي ذلك بعد قصف للقواعد الأمريكية ورد أمريكي بقصف مواقع المقاومة الشعبية في المنطقة فهل تفرض معادلات ردع جديدة؟ تقرير ديما ناصيف بالمسيرات والصواريخ قصفت القواعد الأمريكية في شرق الفورات ثلاث موجات هجومية استهدفت قواعد العمر وكونيكو وخراب الجير وأوقعت قتيلا وستة جرحة من عناصر القوات الأمريكية إذ أخفقت منظومة الدفاع الجوي في هذه القواعد في التصدي للصواريخ أو إسقاطها القوات الأمريكية ردت بقصف موقعين في هرابش بريف دير الزور الشرقي ونقطة القورية في ريف الميادين وقالت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي إن هذا الرد هو تحذير لمن يريد مهاجمة القوات الأمريكية قصف القواعد الأمريكية الأخير هو الأكبر كما والأعنف نوعا منذ بدء استهداف هذه القواعد وتزايد عمليات المقاومة الشعبية في المنطقة منذ حزيران يونيو عام 2021 الهجوم يؤشر إلى تصعيد في هذه المواجهة على الرغم من تواصل التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن عدم الرغبة في رفع المواجهة مع طهران بيان للمركز الاستشاري الإيراني اتهم الأمريكيين باستمرار استهدافها من المنطقة سنوات في محاولة لفرض معادلة بذريعة الرد على مصادر نيران تستهدف قواعدهم وأن المهمة الأساسية للحلفاء مساعدة الدولة السورية على مواجهة الإرهاب وداعش ويختم البيان بأن الرد سيكون حاضرا إذا ما استمر استهداف المراكز والقوات الإيرانية على الأراضي السورية تعمدت المقاومة الشعبية المكونة من أفراد سوريين مدعومين من إيران المجاهرة بقصف القواعد الأمريكية لإثبات قدرتها على الرد على أي عدوان أمريكي عليها وأن قاعدة الاشتباك الثابتة هي أن لا عدوان سيبقى من دون رد بعد اليوم كما أثبتت القدرة على اختراق أنظمة الدفاع الجوي والرادارات التي نصبتها الولايات المتحدة لحماية قواعدها في المنطقة وهو ليس بالأمر الذي يمكن تجاهله يبدو أن مشهدا جديدا يتشكل شرقية سوريا مع استمرار التصعيد ضد الاحتلال الأمريكي لدفعه نحو الانسحاب الهجمات جاءت بعد آلان أمريكي عن اختراق الطائرات الروسية لأكثر من عشرين مرة أجواء قاعدة التنف ما قد ينظر بتشكل جبهة مواجهة روسية إيرانية ضد الوجود الأمريكي والمدى الزراني القريب كفيل بالإجابة ديماناصيف ديماشق الميادين بموازات ذلك أحبط الجيش السوري محاولة تسللا لمسلحي هيئة تحرير الشام باتجاه نقاطه على محور بلدة الارويحة بريف إدلب الجنوبية وفق ما أفاد مراسل الميادين مصادر محلية في ريف إدلب أكدت وقوع الشباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والمجموعة المسلحة أسفرت عن مقتل ستة مسلحين أجانب ينتمون إلى هيئة تحرير الشام وتزامنت الشباكات مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل وحدات الجيش استدف خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة دعا قائد حركة أنصر الله السيد عبد الملك الحوثي السعودية والإمارات إلى الحوار ووقف الحرب التي شنتها على اليمن وفي كلمته بمناسبة ذكرى ثامنة للحرب على اليمن نصح الحوثي الرياضة وأبو ظبي بالتفكير بمصالحهما والتعامل بجدية في الحوارات وأنجاز اتفاق الأسرة ورفع الحصار بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة للسعود والإمارات وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسراء وانهوا الحصار هذه استحقاجات لا بد منها لا بد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وفي سياق آخر قال الحوثي إننا قادمون في العام التاسع بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى وبقدرات بحرية تطال كل هدف في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وكل الجزر قادمون قادمون بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى دقيقة الإصابة قوية التدمير تطال كل منشآت الأعداء التي يعتمدون عليها في تمويل عدوانهم قادمون بالمسيرات المتنوعة المتطورة التي تعبر أجواء المعتدين متجاوزة لكل دفاعاتهم لتصل إلى أهدافها بدقة وقدرة أكبر على التدمير قادمون بقدرات بحرية وبرية بحرية متميزة تطال كل هدف في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل ثلاثون قطيلا نحو أضرار جسيمة بأعصار مدمر في ميساسب الأمريكية أهلا بكم من جديد ونستأنف النشرة من آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد بوجه الدول الأخرى وقال أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا على عكس أنشطة الولايات المتحدة في المنطقة واتهم بوتين الغرباء بالبدء بتشكيل محور جديد على غرار المحور الذي بنته ألمانيا الفاشية واليابان العسكرية وكان الرئيس روسيف لادمير بوتين قد أعلن أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا المجاورة أسوة بما تفعله الولايات المتحدة في أوروبا كما هدد بالرد على إمداد الغرب أوكرانيا بقضائف اليورانيوم المنضب لا شيء غير اعتيادي هنا الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها لقد اتفقنا على القيام بالأمر نفسه سبق أن سعدنا زملائنا البيلاروسيين وجهزنا طائراتهم من دون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية ثمت عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح وابتداء من الثالث من الشهر المقبل سنباشر تدريب الفرق فيما سننجز في الأول من تموز يوليو بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا إلى ذلك وفي الوقت الذي حذرت فيه أوكرانيا اليوم من تداعيات قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا سارعت الولايات المتحدة لتخفيف أثار هذا القرار وقال البيت الأبيض أنه لا يرى ما يدعو لتعديل موقفه النووي وأنه ليس هناك ما يشير للاستعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي كذلك أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة كهذه وقالت أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات مشيرة إلى عدم وجود أي سبب لتعديل الوضع النووي الاستراتيجي على خط الموازن أعلن الرئيس الروسي أنه يتفق مع صحفي الأمريكي سيمور هيرتش في استنتاجه حول ضروع الاستخبارات الأمريكية في تفجير السيل الشمالية هذا وأفادت وسائل أعلام روسية بأن روسيا قدمت مشروعا إلى مجلس الأمن الدولي وجميع الدول التي تجري التحقيقات الخاصة بها بما فيها الدنمارك وسويد وألمانيا للتعاون مع لجنة الأمم المتحدة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب السيل الشمالية وتبادل المعلومات معها ومن المقرر التصويت على القرار يوم غدا الاثنين الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش قال أن الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة كانت تشعر بالقلق من استخدام الاتحاد السوفيتي الغازة سلاحا سياسيا وفي حديث إلى برنامج البعد الأقرب على الميادين أكد هيرش أن هدف الولايات المتحدة من تفجير أنابيب سيل الشمال هو معرفتهم بأن الحرب كانت ستطول وتكلفهم أكثر زرعت الألغام في مطلع شهر حزيران يونيو من العام الماضي ولم يأذن الرئيس بايدن بتفجيرها حتى 26 من أيلول سبتمبر أي بعد سبعة أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا مع أن الصحافة الغربية كانت تتحدث عن انتصارات كييف كانت التقارير تفيد بأن الحرب ستمتد إلى فترة طويلة من الوقت الولايات المتحدة أنفقت نحو 113 مليار دولار على الأسلحة والمعدات ونحن نعلم أن كثيرا منها قد صرقه الجنرالاتو وزيلنسكي نفسه في رأيي السبب الوحيد الذي دفع إلى تفجيرها حين ذاك هو أن الحرب كانت ستطول وتكلفهم أكثر هيرش رأى أيضا أن الرئيس جو بايدن فجر خطأ نبيب نورد ستريم بسبب خشيته من أن تتوقف ألمانيا وأوروبا الغربية عن تزويد الأسلحة التي تريدها أوكرانيا وما أثار خوفهم في اعتقادي هو حقيقة أن الناتو وأوروبا الغربية وألمانيا قد تقرر على المدى الطويل أن الكيلة قد طفح بها إذا قدمت لهم الأسلحة والدبابات وستضع حدا للموضوع لأنها لا ترى نهاية لهذه الدوامة ولا نصرا يلوح في أفق الجيش الأوكراني قد يأول بهم المطاف إلى طريق مزدود لكن تكلفة أي تفاوض ستكون كبيرة جدا ولن يقبل باندمام أوكرانيا إلى الناتو أبدا أعتقد أن هذا ما ظنه بوتين هيرش لفت إلى أن الإدارات الأمريكية اعتادت تلفيق التهم للوصول إلى غاياتها وجدد تأكيد أن ما صرحت به واشنطن بشأن ملابسات تفجير خط الأنابيب هو محضو كذب وأن النرويجيين أدوا الدورة الأكبر فيه لكن لطالما أيدت جونسون الحرب على غيرار كيندي نفذنا هجوما على مدمرة أمريكية ولفقنا التهمة لزورق دورية توربيدي تابعا لشمال فيتنام لفقنا هذا الأمر وأخبرنا الشعب بأنهم هاجموا سفينتنا بالزوارق التوربيدية وألقى جونسون خطابا شهيرا في منتصف شهر أيار مايو في صيف عام أربعة وستين على ما أعتقد وقال إن علينا أن نرد لاستعادة شرف أمريكا وقصف شمال فيتنام للمرة الأولى وإحدى المقالات التي كتبتها على موقع سباستاك منذ نشر المقالة الأولى أوضحت أن كل ذلك كان محضى كذب وأن النرويجيين أدوا الدور الأكبر فيه إلى فرنسا حيث أصيب 24 شخصا في صدامات نشبت بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين بيئيين كانوا يحتجون على بناء سد كبير للمياه في مقاطعة دوسيفر غربية فرنسا وتجمع ستة آلاف متظاهر منذ الصباح الباكر بحسب الشرطة الفرنسية أطلق بعضهم مقذوفات وعبوات متفجرة باتجاه أفراد الأمن ما أدى للشعال الإيراني في مركبتين للشرطة وطالبوا بوقف بناء السد مشيرين لأنه يحرم سكان المحليين الوصول إلى كميات كافية من الماء إلى ذلك فإن الأزمة الأوكرانية فرضت نفسها على محادثات القمة الأيبيرية الأمريكية في جمهورية الدومينيكان التي عقدت بمشاركة رؤساء وممثري 22 دولة النقاش تناول ارتفاع تضخم والهجرة وأزمة المناخ باحتسابها مخاطر على استقرار المنطقة وتحدث قادة الدول عن مختلف قضايا وأزمات المنطقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مشيرين لوجوب حل مشكلة الدين الخارجي نهائيا والنظري في أزمة التبعية الاقتصادية للدول النامية كذلك تطرقت القمة إلى الأزمة الإنسانية في هايتي حيث رأى رئيس الدومينيكان أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه هناك إذا لم نفعل شيئا فسيتحول جزء كبير من هذا الفضاء السياسي حسب ما أظهرت توقعات العلماء إلى مكان غير متاح على الأرض بحلول عام 2070 لن يتمكن أحفادنا من العيش في بلداننا هذا هو تأثير أزمة المناخ في حال استمرت الأمور على ما هي عليه الآن إن مشكلة الدين الخارجي يجب أن تحلى نهائيا وقد تم سدادها ضاعف باستمرار ما يؤدي إلى استمرار التبعية الاقتصادية للدول النامية سجلت غازات الاحتباس الحراري مستويات تركيز القياسية في منطقة بحر الكريبي تتأثر بالأعصير المدمرة بتزايد أعلنت الصين قامة علاقات دبلوماسية مع هندرواس بعدما أعلنت إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هندرواس أقامت علاقات دبلوماسية للتو ووقع وزير الخارجية الصيني تشين فانغ ونظيره الهندراسي إدواردو إنري كيرينا بيانا مشتركا في بكين حول إقامة هذه العلاقات على مستوى السفراء وبحسب البيان فقد اتفقت حكومتها البلدين على تطوير العلاقات الودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ولوحدة الأراضي جاء ذلك بعدما أعلنت حكومة هندرواس إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وفي أعقاب التوترات القائمة بين تايبي وبكين وفي بيان ذكرت وزارة الخارجية الهندراسية أن الحكومة تعترف بوجود صين واحدة فقط وشددت على أن حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها الوزارة أضافت أن هندرواس أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وبأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسميا معها ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي جلسة للحكومة كانت مقررة غدا الاثنين لبحث تصحيح رواتب موظفي القطاع العام الرئيس ميقاتي قال للميادين أن القرار جاء بعد أن وصلت الأمور إلى حد وليتحمل الجميع المسؤولية أتى ذلك بعد حملة سياسية وإعلامية ضد ميقاتي لسبب تأخير تقديم التوقيت الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك قطاع الاتصالات في لبنان في أزمة مع أعلان موظفي هيئة أجيرو الإضراب المفتوح وتوقفهم عن أعمال الصيانة ما تسبب بانقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات الهاتفية عن بعض المناطق اللبنانية تقرير فرح عمر إضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب هكذا أعلنها موظف هيئة أجيرو مع تعثر تحقيق مطالبهم وأبرزها تحسين رواتبهم التي تهاوت بفعل انهيار قيمة الليرة اللبنانية بعد ساعات من إصدارهم بيان الإضراب تولت الأعطال في عدد من مراكز السنترالات في مناطق مختلفة لتنقطع خدمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن بعض اللبنانيين وبعض المرافق العامة عم بيحملون مسؤولية توقف في السنترالات نحن مخصنا بتوقف في السنترالات نحن بدنا نعيش بكرمتنا نحن ملنا شعب شحاد ولنا موظفين شحادين نحن عنا حقوق عندهم واجبات يجب يعطونا إياها نحن عنا واجبات لازم نقدم وإذا ما أخذنا حقوق كيف نعطي واجباتنا إضراب هيئة أجيرو وانقطاع شبكات الانترنت والاتصالات الهاتفية يهددان بتعطل المزيد من المرافق العامة عن العمل مع أعلان الموظفين توقفهم عن إجراء أعمال الصيانة أيضا وهو ما حذر منه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي دع الموظفين إلى العودة عن الإضراب أنا بمؤسسة بتسل موظف الراتب اللي عم يقبض باللبنان يبطل يقدي بس بنزين ليوصل على شغله نحن ما عطلنا ولا يوم من شان الانترنت من شان الطلاب من شان الشغل السنترالات وقفت لأنه نحن معاش فينا نجاح شغل مش لأنه نحن معطلين وزير الاتصالات أوعز إلى شركتين الاتصالات الفا وتتش تزويد السنترالات التي توقفت عن العمل بمادة المزوت لإعادة تشغيلها في محاولة للتخفيف من حدة تداعيات الإضراب وإعادة بعض الخدمات إلى العمل لكنها تبقى إجراءات ترقعية إذا لم تجري معالجة المشكلة وإيجاد حل يرضي الأطراف المعنكين لتعليق إضرابهم أزمة الاتصالات تضف إلى سلسلة أزمات يعانيها اللبنانيون لكنها تلقي بضلالها على مؤسسات ومرافق عامة وتهدد بشل البلاد ما يندر بزيادة المعاناة والخسائر إن لم يجرى احتواء المشكلة بالإجراءات اللازمة وفي الوقت المناسب فرحمر بيروت الميادين أعلنت الهيئة الحكومية الأثيوبية المسؤولة عن مشروع صد النهضة اكتمال 90% من عمليات بناء السد الأثيوبي الذي تدور خلافات بشأنه بين مصر وأثيوبيا والسودان بينما أكد وزير الرئي المصري أن سمرار الإجراءات الأحادية الجانب غير المتعاونة لتشغيل سد النهضة الأثيوبية يمثل ضررا اقتصاديا وبيئيا على مصر خالد أبو عرب نحو 90% من عمليات بناء سد النهضة الأثيوبي اكتملت بحسب المسؤولين الأثيوبيين الذين أعلنوا عن احتفالية قريبة لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لوضع الحجر الأساس للسد تصريحات على ما يبدو تشير بحسب مراقبين إلى وصول أزمة السد إلى حائط مسدود لكن خبراء المياه في مصر يشيرون إلى أن هذه النسبة قد تكون غير ضغيقة نظرا إلى حاجة إثيوبيا إلى نحو 11 توربينا لم يكتمل منها سوى توربينين فقط وتزامنا مع اعتزام إثيوبيا الملء الرابع على السد الذي تستهدف من خلاله تخزين نحو 13 مليار متر مكعب من المياه يشير وزير رأي المصري إلى أن استمرار الإجراءات الأحاذية غير التعاونية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي يمثل خطرا على نحو 150 مليون مصري في وقت يحذر فيه خبراء من أضرار اقتصادية وبئية قد تحدث بسبب السد يمكن مصر تمنع وصول الدرر إلى المواطن المصري عن طريق زيادة الاحتياط في السد العالي عن طريق عمل بعض محطات معالجة المياه بتؤدي إلى استخدام المياه مرتين وثلاثة والحقيقة هذه العملية مكلفة للغاية وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه مصر انسحابها من مصار مفاوضات أبوظبي الفنية بعد سبع جلسات بين الفرق الفنية من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في محاولة لتخريب المواقف وإيقاف أي تصعيد ولسيما مع اقتراب إثيوبيا من الملء الرابع للسد المقرر في منتصف يوليو تموز المقبل الخطوات الإثيوبية الأحادية الجانب مستمرة تجاه السد الإثيوبي وموقف مصري رافض لتلك الخطوات انتهى بالانسحاب من مفوضة أبوظبي الفنية في وقت تحذر فيه مصر من الأضرار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن القرارات الإثيوبية الأحادية الجانب خالد أبو عرب القاهر الميادين قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيعود رئيسا للولايات المتحدة وذلك في أول تجمع انتخابي له في ولاية تكساس حيث تطرق في خطابه إلى ملاحقة المدعين العامين له وقال أن التحقيقات التي تدور حوله تشبه لحد بعيد برنامج الرعب الروسي الستاليني بحسب تعبيره ليس هناك أي شك أن المظالم التي ترتكب ليس لي فحسب بل العشرات في جميع أنحاء بلدنا لن تصمد عندما تنتهي هذه الانتخابات سأكون رئيسا للولايات المتحدة وستكونون فخورين وسوف يهزم البلطجية الذين يفسدون نظامنا القضائي ويفقدون مصدقيتهم ويلحقوا بهم العار تماما الفان واربعة وعشرون هي المعركة النهائية التي ستكون المعركة الكبيرة عيدون إلى البيت الأبيض وسينتهي عهدهم وستكون أمريكا دولة حرة مرة أخرى احتشد الألاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في مدينة لاهور بإقليم البنجاب دعما له وذلك رغم تحذير السلطات وأغلاقها طرقات رئيسية في المنطقة وفي كلمة له انتقد خان ما وصفه بسياسات الحكومة القائمة على قمع الشعب واتهم الحكومة بمحاولة منعهم من الوصول إلى السلطة مجددا مؤكدا أن الحكومة تسعى لإبشال التجمهر الشعبي الذي ينظمه حزبه في لاهور عاصمة الإقليم أسأل الإدارة الباكستانية وأعلم أن هذا الأمر واضح لديكم لقد قررتم عدم ترك عمران خان يفوز في الانتخابات كل هذه الدراما تأخر الانتخابات الهجوم على منزلي واعتقال أنصاري الهدف واحد هو عدم السماح لعمران خان بالوصول إلى السلطة لا تدعوني أصل إلى السلطة لكن هل لديكم في المقابل أي برنامج أعلن المدعي العام بفنزويلا أن توسع في تحقيق مكافحة الفساد أسفر عن اعتقال عشرة مسؤولين وأحد عشر رجل أعمال موضحا أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق أحد عشر آخرين وذلك في التحقيق الذي بدأ قبل شهر أو أشهر عذرا والذي يركز على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة وهيئة حكومية تشرف على معاملات العملة المشفرة والقضاء نتحدث عن واحدة من أكثر المؤامرات الصادمة في الأعوام الماضية وهي مؤامرة تشمل مسؤولين ورجال أعمال استفادوا من الفساد وشبانا شاركوا في الفساد وغسل الأموال الموقفون الواحد والعشرون يواجهون اتهامات بالاستلاء على أصول عامة وغسل الأموال والترويج لبيع الأدوات المسروقة ولرابطة إجرامية وقد يواجهون أيضا اتهامات بالخيانة العظمى وفي الولايات المتحدة ارتفعت حصيلة الأصار المدمر الذي ضرب ولاية ميسيسيبي إلى أكثر من ثلاثين قتيلا وتسبب الأصار بتدمير طرق وسيارات ومنازل وبتسوية أحياء بكاملها أرضا حيث أعلنت إدارة الطوارئ في الولاية عن فقدان أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أشرات الألاف من المواطنين في ولايات ميسيسيبي وألباما وتنيسي ختام النشر من اليمن حيث تنشط خلال أيام شهر رمضان المبارك مطابخ خيرية في العاصمة صنعاء لتقديم وجبات الأفطار للمحتاجين ويسهم الشباب اليمني في تفعيل وتوسيع هذه المطابخ الخيرية التي تساعد في التخفيف ولو قليلا من معاناة الناس بعد فاقم الوضع الإنساني في ظل الحرب والحصار وانقطاع الرواتب أحمد زبيبا والتفاصيل وجبات جاهزة للفقراء والمحتاجين مطابخ خيرية منتشرة هنا وهناك في العاصمة صنعاء لمناسبة شهر رمضان عواض أحد المشاركين في هذا المطبخ الخيري بصنعاء وهو يعمل ضمن فريق يزيد على 12 شخصا وعلى نحو تطوعي هي اندفاعة الشباب إلى فعل الخير ومساعدة أكبر عدد من الفقراء أنا مشاركتي في هذا المطبخ بتقطيع البطاط بفتح المطبخ بتوجيد البهارات كل الأشياء الثانوية اللي بنحتاجها بالطبخة أو الأساسية أنا شاركت في هذه المبادرة أو في هذا المطبخ الحسين الخيري لأنه إحنا لازم ترحم بيننا البيت فمعنا ننتظرش أحد يجي من الخارج أو ننتظر أي شخص أين كان في حكم أنه ما فيش رواتب الصرفيات قلل الدخل مع المواطن فهذه مبادرة من الشباب يعني بفاعلين الخير وأيضا بنك الطعام بيدعمنا بجزء منها فالحمد الله سوي قدر الاستضاع الآن في حوالي الأسر يعني هذه من الشرفاء في حدود ثمانمائة عشر وهذا مطبخ آخر يغطي قرابة ألف وثلاثمائة أسرة يمنية وتيرة من النشاط والعمل الخيري المتكامل وكما يقول العاملون في هذه المطابخ لا حاجة إلى المساعدات الدولية التي لا تصل خصوصا في ظل تفعيل التكافل الاجتماعي بين اليمنيين الحالة هذه حاولت أن يجمع مجهد ذاتي وناس من تطوعين ذاتيا للتخفيف عن الناس وعن معاناة ثم وما حصل بعد الحصار والعدوى وتحول الناس إلى حالة فقر ومدقاء وينشط في الشهر الفضيل أكثر من مئة مطبخ خيري في صنعاء وحدها تغطي قرابة أربعة وأربعين ألف أسرة يمنية كخطوة لتخفيف جزء من المعاناة التي تصيب ملايين اليمنيين نتيجة الحرب آلاف الأسر اليمنية تتلقى وجبات إفطار يومية بفضل المطابخ الخيرية المنتشرة هنا في صنعاء هي مبادرات بجهود محلية شبابية تكافح الجوع في ظل الحرب والحصار المفروض على البلاد أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين للمزيد من الأخبار والتقارير دائما زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت بلغات العربية والإنجليزية والإسبانية ننتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة